النهاردة يورجان كلوب قال ان محمد صلاح محبط جدا وزعلان جدا بعد خسارة كأس الامر افريكا فرحان ان هو اللي يجع ليفر بول ولكن هو زعلان ومحبط بسبب خسارة كأس الامر بصراحة بصراحة صلاح يزعل ونزعل وانت تزعل وكلها نزعل بس احنا فخرين بصلاح وفرحانين بصلاح وندعم صلاح ونقوله ما تزعلش احنا مستنيين منك كتير مستنيين منك كتير مع الردز مستنيين منك اهدافك اوروبية جديدة عشان احنا فرحتنا مش بس بتبقى بكاس الامم ولا فرحتنا بس منتخب مصر اسم مصر اللي بنفرح عشانه ومنفرح به لما بيكسب بطولة انت بتفرحنا باسم مصر وانك بتكسب كل يوم بطولة مع الليفر بتعمل انجاز مع الليفر بتسجل هدف مع الليفر بتحقق انجاز مع الليفر بتحقق انجاز مع اي فريق اشتغلت معاه بنبقى فرحانين وفخرين وانت كمان لازم تفرحنا طول الوقت ده بقى واجب عليك وواجب علينا طول الوقت ان احنا ندعمك ونشكرك ونقولك انت كنت سبب ان خلتنا بقى عندنا لاعب مصري بيتقال اسمه في كل العالم بيتهتف باسمه في كل العالم احنا من كم سنة وانا دايما بكرر الكلام ده وسمحوني لو انت بتسمعوا مني للمرة التانية او التالتة بس هكرروا للمرة العشرة والالف احنا من كم سنة كنا بنبقى فخورين وفرحانين وسعداء ان بيمسلنا افريقيا دروكبا وقتو بنبقى فرحانين ونقول يا سلام لو عندنا واحد زي ادي بايور يا سلام لو عندنا واحد زي كانوا دلوقتي دلوقتي بقى عندنا اللاعب الفخورين بيه هو مصري عربي اسمه محمد صلاح احنا كنا بنتنشأ على حد في الكرة الافريقية بيتقالق في ملاعب اوروبا ونقول له مننا ده انت مننا اوي فاحنا فرحانين بيك وبنقول لك شكرا جدا على اللي عملته مع منتخب مصر في كاس الامر الافريقية الاخيرة اللي عملته مع منتخب مصر في كاس الامر الافريقية 2017 اللي عملته مع مصر لما وصلتنا وساعدتنا ان احنا نوصل كاس العالم بعد غياب طويل جدا محمد صلاح بس افكركم كان فيه 8 اهداف لمصر في تصفيات كاس العالم هو شارك في 7 اهداف سواء بالتسجيل او في الصناعة يعني تقريبا كل اهداف مصر في تصفيات كاس العالم عشان بس القلة القليلة القليلة اللي مش مهمة اللي تيجي تقول لك اصله صلاح ما بيديش لمنتخب مصر لا ادى كتير لمنتخب مصر واللي اهم انه هو ده نحنا كمصريين فرحة ما بتتوقفش فرحة طول الوقت انت كل جول بيجيبه صلاح بتقوم تتنطط وتفرح كل يوم كل يوم بتفرج على محمد صلاح تبقى فرحان ومفخور تقول ايو انا انا لما بتسافر في حتة في العالم ايو انا من بلد محمد صلاح انا من بلد محمد صلاح فاكر انت ما كنتش عملك تقول انا من بلد لعيب كورة كنت لما بتسافر في حتة في الدنيا تقولهم انا من بلد مجد يعقوب أنا من بلد عدل إمام بس ما كانش عندنا لعيب كورة نفخر بي وإحنا في أي حتة في الدنيا دلوقتي تقول أيوانا من بلد محمد صلاح صلاح فوق الرأس رائع يهدى إن شاء الله الأمور تعدي ومستنين يوصلنا كاس العالم مستنين يوصلنا كاس العالم تعال نشوف تصريحات كلوب النهاردة ونرجع نكمل كلامنا تسرحة كلامة تسرحة كلامة جداً يمكن أن تسرحة ذلك لكن تسرحة كلامة من الأفضل شوىسترحة كلامة وهذا سبسة يحباً ولكنة أحسن مدفتوه اللحظة رائعкой سبسة وكان عدنا يقولنا سيجل بلايح أحبا اليه سنرحة لكن يجب ان يرونه يجب أن يكون لديه أفراح في ذلك حزين جدا باين عليه خدوا بالك اصلا مش محتاج يمثل طبعا محمد صلاح انتوا فاهمين بس هو حزين حقيقش هو حاس انه كان شاي للمنتخب كان حاس انه عايز ياخد بطولة كان حاس انه عايز يعمل انجاز انا شفت محمد صلاح في هذه البطولة عامل مجهود خرافي خدوا بالك ان محمد صلاح هو اكتر لعب في تاريخ كاس الأمم الافريكية الشارك في عدد دقائق في بطولة واحدة فاهم انه هو لعب كل الدقائق تغير دقيقتين بس في مباراة باقي البطولة المياه وعشرين دقيقة الاربع عاملات اللي احنا يبناهم كل الدقائق لعبها محمد صلاح مفيش لعب في منتخب مصر عمل ده مفيش لعب في الكارة الافريكية كلها عمل ده على مرضار التاريخ ويجي حد يقول لك اصلا ما بيعملش مجهود وما بيتعبش مع منتخب مصر وما بيديش لمنتخب مصر يا راجل الراجل عيب يعني عيب عيب طاق الله يعني الراجل بيتعب ويجتهد وبيتشرفنا بالمناسبة يعني انا مكوش عايز افتح الحور دلوقتي يقولت نفتحه بعد كده بس يعني هدي هنت فيه كده صغير وبعد كده نبقى نعمل عنه حلقات مع المتخصصين عشان ما يبقاش الكلام بيروح اللي معاني مش كويس احنا عملنا انجاز عظيم وهفضل اقول انجاز عظيم في كاس الهوم الافريكية واي حد هيشوف ان احنا ما عملناش انجاز عظيم في كاس الهوم الافريكية ما كانش شايف انجاز عظيم انجاز عظيم على حدود الامكانيات والظروف والاصابات اللي اتعرضنا لها وعلى الظروف كمان المنافسين اللي بنلعبهم هنلاعب منافسين اقوى جدا بنلاعب منافسين اقوى جدا